رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آر السعود وليلعد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض وفي بداية الجلسة أطلع السمو مجلس الوزراء على فحو الرسالة التي تلقاها حفظه الله من جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية وتتصل بالعلاقات بين البلدين الشقيقين وتناول المجلس إثر ذلك مجملة تطورات في المنطقة والعالم ومخرجات الاجتماعات الإقليمية والدولية المنعقدة بشأنها مشيدا في هذا السياق بنتائج مشاركة وفد المملكة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي جسدت المبادئ الراسخة والمواقف الثابتة للمملكة تجاه القضايا العربية وإحلال الأمن والسلم الدوليين ونهجها الداعم للعمل المتعدد للأطراف في مواجهة التحديات العالمية ورحب مجلس الوزراء بإطلاق المملكة مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين مجددا التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والمطالبة بالوقف الفوري للحرب القائمة وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي ومحاسبة جميع معرق لمساع السلام وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أوضح أن المجلس أكد أن إعلان المملكة تقديم دعم مالي شهري إلى شقاء في فلسطين وتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق يأتي في إطار المساهمة لمعالجة الوضع الإنساني بقطاع غزة ومحيطها ومواجهة تداعيات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية وشدد مجلس الوزراء على ما دعت إليه المملكة من أهمية الإسراء في عملية إصلاح مجلس الأمر الدولي لتعزيز مصداقيته واستجابته في ظل ما يشهده العالم من تصاعد وطيرة الصراعات والأزمات وتضاعف التحديات والتهديدات وتنامي أزمة الثقة في النظام الدولي وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل لعمه السلام والتنمية وعبر المجلس عن تطلع المملكة إلى المشاركة الدولية الفاعلة في الدورة السادسة عشر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتي تعقد بالرياض في ديسمبر القادم لتكون نقلة نوعية في مسار الاتفاقية ومظلة عالمية مهمة للتعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية الرئيسة وعد مجلس الوزراء فوز المملكة بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد بأنه يعكس تقدير المجتمع الدولي لجهودها في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود ودعمها المستمر لتحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال وفي شأن المحلي بارك أعضاء المجلس ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن إطلاق مؤسسة الرياض غير ربحية التي تأتي تجسيدا لجهود الدولة في دعم العمل المؤسسي والاجتماعي وتطويره وترسيخ الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير ربحي وبيّن معالي أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما اجتمل عليه البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة العام المالي 2025 من مضامين أكدت الاستمرار في تعزيز الانفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وأعرب المجلس بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يوافق يوم السبت القادم عن تقديره لدور المعلمين والمعلمات في مسيرة تطوير المنظومة التعليمية وجهودهم في بناء المهارات والقدرات وتعزيز القيم الوطنية والإسهام بفاعلية في إعداد أجيال تنافس العالم وتسبقه إلى التقدم والابتكار واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على من انتهى إلي كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها وقد انتهى المجلس إلى ما يلي أولا تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الروماني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا والتوقيع عليه ثانيا تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة المصائد وموارد المحيطات في جمهورية المالديف في مجال الثروة السمكية والتوقيع عليه ثالثا تفويض معالي وزير الاستثمار أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة وحكومة مصر رابعا تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوسوفو حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية خامسا تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة وجمعية علوم الأرض الكويتية في الكويت للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي والتوقيع عليه سادسا تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وذلك على النحو الوارد في القرار سابعا الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة ثامنا اعتماد الحساب الختمي لصندوق التنمية السياحي لعام مالي السابق تاسعا الموافقة على نقل وترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشر والرابعة عشر وذلك على النحو التالي نقل محمد بن عبدالله بن ابراهيم العبد الكريم من وزارة البلديات والإسكان وترقيته إلى وظيفة وكيل أمين بالمرتبة الخامسة عشر بأمانة منطقة المدينة المنورة ترقيت المهندس محمد بن ابراهيم بن حسين الشريف القحطاني إلى وظيفة مستشار هندسة مدنية بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الحرس الوطني ترقيت محمد بن مبارك بن فهاد أبو ربع السهل أسهلي إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشر بأمانة منطقة المدينة المنورة كما اطلع مدرس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وهيئة الصحة العامة وديوان المظالم ومركز الإسناد والتصفية والمركز الوطني للنخير والتمور والأكاديمية المالية وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات ترجمة نانسي قنقر